السلام سلوح من جديد ينبري مجلس ميليشيا الانتقالي المدعوم من الإمارات مؤكداً تمسكه بمشروعه الانفصالي بعد أن صار شريكاً سياسياً للشرعية وحاز عدداً من الحقائب الوزارية ففي اجتماع الجمعية الوطنية لمجلس الميليشيا التي تمثل بنظره المؤسسة التشريعية لمشروعه المضاد للدولة اليمنية أعلن إصراره على مطلب استعادة دولته المزعومة وتعزيزه كل الممارسات التصعيدية المخالفة لبنود اتفاق الرياض اللافت من هذا التصعيد أن الميليشيا استفقت جلسة البرلمان اليمني المقرر انعقادها بعد عيد الأضحى لتوجه رسائل عدة من بينها الانقلاب على مقررات اتفاق الرياض وعدم الاعتراف بسيادة مؤسسات الدولة الشرعية يأتي ذلك بعد حملة سطو كبيرة شنتها الميليشيا على المؤسسات الإعلامية الحكومية في عدن حيث استولت على مقر وكالة الأنباء سبأ واستبدلتها بما أسمته وكالة أنباء عدن التي من المتوقع أن تكون الناطقة بلسان المشروع الانفصالي وفي اعتراف خطير ساقه رئيس مجلس الميليشيا عيدروس الزبيدي ذكر أن للإمارات دور فاعل في ترتيبات اتفاق الرياض والذي اتكأت عليه الميليشيا لشرعانة كيانها المشبوه وتثبيت مخالفاتها الأمنية والعسكرية في عدن وأبيان ولعل ما يؤكد صحة هذا الاعتراف هو حرص السعودية الدائم على تعزيز نفوذ الميليشيا وهو ما يتجلى بوضوح في الضغوط الأخيرة لإعادة الحكومة إلى عدن بهدف إنقاذ الانتقالي من ورطة تدهور الخدمات من جهة والإبقاء على دور شكلي وهش للحكومة من جهة أخرى وما بين إصرار ميليشيا الانتقالي على خروقاتها في المحافظات الجنوبية واستمرار الدور المشبوه للرياض في التغطية على تلك الممارسات يبقى السؤال عن موقف الشرعية فإما أن تتخذ موقفا مسؤولا يوقف عجلة التدهور أو أن تبقى متفرجة حتى تخسر أوراقها كاملة وتخرج تماما من حلبة الصراع للأبد ترجمة نانسي قنقر